أكد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأظهر الشريف تقديره للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولما يقوم به لخدمة الأمتين العربية والإسلامية جاء ذلك خلال استقبال الطيب لشيخ عبدالطيف بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي لبحث التعاون المشترك بين الطرفين تنول لقاء الحديثة على الحقوق المرأة في الإسلام حيث شدد الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمساندة لبناء أسرة صالحة وقدرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها من جانبه عرب الشيخ عبدالطيف بن عبد العزيز عن تقديره للإمام الأكبر وكل علماء الأزهر الشريف وعمق العلاقة بين الأزهر والمملكة والتنصيق الدائم والمستمر بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر